موسيقى اي واحد مثلا بيكون عيان او حاسس بقى اي وجع ولا حاجة بيروح للحكيم الصيني الحكيم الصيني بيكتب له وصفة اعشاب صينية ياخدها ويخفوا يبقى مية مية عشان كده الناس بتبقى ماشية في الشوارع صحتها تمام ماشيين زي الساعة يا سلام اما ليه؟ اما ليه انت فاكرا يعني الناس الصينيين برغم ان هما بينين ان هما قصيرين لكن صحتهم كويسة وعجل وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا اما حرام عليك بطل تقر عليهم ده هما كلهم على بعد قد كده اناس حالصبح مش هلاقيهم اصلا هاهاهاهاهاها ما تخفيش على الصينيين يا ماما اولا عندهم اعشاب ضد الارد ما تخفيش عليهم خالص اه دبني بقى لما انت جابد قوي كده يعني كده يعني كده يعني في الاعشاب الصينية ما تجيب لنا دوي كده تعالج مامي اللي تعبانة الاحسن ديمة الدهورة خالص اه صحيح هي عاملة ايه دلوقتي تعبانة جيب ديان شايزة وصف لك يعني بجد اصلا انها قربت وادع الحمد لله كويس كويس الحمد لله لا يا هادل بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصة اعالجها بالاعشاب الصينية بقى لا معلش حبيبي خلينا لك الاعشاب الصينية واستقافة اللي نزت عليك فجأة كده خلي السبت الوحدة احنا جبنا لها الدكتور وادعها ده وان شاء الله تبقى كويس دوا ايه ودكاترتي يا ماما اش بحتاجة اي دكاترة انا هكتب لها اعشاب لان مرة واحد قربنا كان عنده القلب وكان بياخد ادوية عشان يتعالج من القلب اول ما خد الادوية مات على طول يا اخي حرامة عليك يا اخي الاعمار بياتي ما اللي نقش فيها يا سلام يا سلام يا سلام انتو عادين هنا عادة رومانتيكي وصيبين برا الجسس اشلاء اشلاء انت اذا خدت علينا قط انهم الزيب الغلمة في خباطي ولا تستأزين انت تستهبل يا سنافي ايه هي يا بنتي مامي جرالها حاجة لا امامي انا اللي جاء لها حاجة طيب الحمد لله شكرا اصبا انا ايه ايه تستودي يا رانيا ما قصت كيش يا بنتي ولا انت ولا امت اه بحسب شوف مراتك شوف مراتك اللي عايشة معاك في خيرك عايزة تخلص من امك باي شكل يا سناء اخلاصي ماما حصل لها حاجة حماتك عادة امك مامتي انا النسمة الرئيئة عادة مامتك يا بنتي هي جاد جنبها ضمك تعدي قبيلة بحلها اصلا يا بنتي امك حطا مناخرها في كل حاجة في البيت فطبيعي طبعا انها تعدينا المهمة دلوقتي مامتي فين اهي قاعدة في قضة مجيدة يا ماما طب ما وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما يا ابنية دي شقةتك ولا شقة الجران ما انت عارف يا شقةتك قد الحق يعني حشحش انت موسحة علينا قوي واحنا اللي عادين فوق بعضينا ماشي خلاص المهمة دلوقتي يعني ماما هنجي قجوة في القتعانق يلا بينا يلا بينا نشوف يلا يا اسمين ايه يا اسمين ايه اللي معادك هني ايه يا ماما انا بتطمن على تيتا مش التطمنتي تعالى بقا يلا طلع على قوطك على قوطك على قوطك على قوطيتنا احنا ها عن تتحضر الصح انا هاد مع تيتا بس يا ابن عادل مش هتخدني معاك النهاردة يا اخويا لا يا اختي ايه اه اخذك دي روح انتي روح انتي ما تقلقيش متقلقيش. مش انا اللي بياخد يا ماما. ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في قط اليمين اللي هياخده من ماما. خلاص متشكرة يا عادي. متشكرة يا اخويا. انا حاود انا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. اه ايه ويا أرعاها وخد بالك منها. اه انت عام لكي صحيح يا ماما النهاردة? الله يتعبان يا عادي الجديد كلها ايدا نار وجدي الله يرحمه على باليته للليل اه. ها ماما متقلقيش يا ماما ده شوية بردة يعني حاجة بسيط وهتعد على طول ان شاء الله. اه البركة في الاختلاط بالاجانب. ربنا اهدك يا نعم يا شيخ. يا باها ارحمي نفسك. معلتي اصدك مين بالكارب ده كله. ربنا اهدك انت يا شيخ. يا ربنا اهدك انت يا شيخ. الحاول. يا تبكوا نفس اتخانقوا يا جماعة حرام عليكم حتى لو انتم عينين كمال بتتخانقوا. انتي اصدك ما جلكيش رعاية غير لما جتي هنا. اه اه. يا نجلاء يا نجلاء ما تلاقيش على مامتك. يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايدي انا. سلام عليكم الرئيس. وعليكم السلام احمد الله وبركاته. اقوموا يا باشا طلبتك قوامت. الامر الله. انا اصلي سألت يعني على المحل بتاعك. قالوا لي انت الوحيد اللي بتشتغل في الاعشاب الطبيعية انه هو بشكل كبير يعني. بعون الله لو لبن العصفول موجود. ربنا خليك. انا بس كنت عايز اسأل يعني عن الاعشاب الصينية. عندك انت اعشاب صينية. ياه. الاعشاب الصينية. ايه مالها ايه ماتت ولا ايه. لا بس اصلي دي ما نوضن لما بتتطلب. ما حدش يعرف بصير الاعشاب دي الى الصينيين بس. ده كان زماني حاج. لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينية في العالم كله بعد الخلاطات بتاعتي. هو حضر دكتور. لا مش دكتور ولا حاجة. بس الحكاة مش محتاجة دكتور. يعني هي محتاجة شوية مفهومية وشوية سنس. منس. لا منس ايه. سنس يا حاجة سنس. يعني شوية مشاعر واحاسيس. طلباتك يا باجة. والله انا معايا لست فيها شوية اعشاب صينية. يا ريت تكون عندك هيتفضل يا حاجة. ياه. ده حاجات صعبة قوي. ده فيها حاجات انا ما سمعنش عنها قبل كده. الله 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 هتزعلني منك لها حاجة ده بيقول ان انت اجمد واحد. طلباتك يا باجة. خلاص. يا ريت تجاهزها لي بقى على طول نص ساعة واستناك. ماشي بس بقولك ايه. انا في عندي خلطات جاهزة. احب انك تاخد فكرة عنها. يا ريت فرجنا عليها. دي بقى بتعالج اي مغص. اه. بتعالج المغص. اه. ودي بقى بتعالج انفردولاندا الطيور. اه. عليها شوية بتاع ده. ماشي. اه لا لا بصي حاجة الخلطات دي معتادة وعادية جدا. لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلاص نص ساعة وان شاء الله هتلاقي كل طلباتها الجاهزة. ماشا حاج. دول انت هتجر في البنجو. انا انا تجر في بانجو انا تتساهب اليد ولا ايه? اه دولة عادة انا اتوقع منك اي حاجة دولة بصراحة يعني. قل لي بس انت بتعمل ايه عايزة افهم يعني. ياد انا بعمل الخلطات اللي هعالج بيها امي وحماتي. اه هتعالجهم بالبانجو. ولا تبنش نقصك امامتك خالص. اتكر على الله واقول من وجه. ايه دولة انت دايما كده يا عم زهقان وقرش ملحيتي وروحك في مراخيرا كده دولة. ايهوف دي. ايهوف دي يا عم. انا زهقان من نفسي يا عم. زهقان من نفسك ما تجيش. لا تعال نروح القهوة نشرب كوكتيل. انا بفعلا محتاج ان انا اروح القهوة بس مش نشرب كوكتيل بقى اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبة اللي انا عملتها دي. ماشا دولة بقول لك نقفل باب البزارة عشان يعمل ايه? بانجو ده. انا مش دولة ايه اللي مصبرنا عليك? ايه دولة? مش عارف. اشكرين ع حت. ايه مالك ع حتة واقف مش مزبوط كده مش عارف يا باشا دايخ كده وحاسس ان اه هرجع. لا بص لو كده بص ان احيادة بص ان احيادة. ونفسك غم عنيك كده يلا حتة وكده? بس يلا يا رمزي عيبي يلا. متجوز بقى لك كتير يعني? لا قريبة باشا. ممكن تبقى حامل خلي بالك. لا مهضر يلا. مالك بجد حتة. مش عارف يا باشا دور جايلي كده بس انا مش مهمة اصيزة عادلة. مهمة ام يا باشا تعبانة قوي. متفكر انكده ما بوه قبل ما يموت. يا خبارة بياد. طب يا دولة ما تدي له خلطة من بتوعك دولة علشان تنسيها بوه قبل ما تتم. لا يا لا قبل ما بوه يموت يعني احنا المهمة دلوقتي فم ومش فابوه. بس ولا اهمك حتة. يعني انا اخدمك خدمة جامدة جدا. ده ايه 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 ما تقولش. ربنا يا كلمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا ربا باشا. خلاص خلاص يا ملاحك لازم يعمل حاجة يعني برضو. طبعا دولة. طب ما تعمل لانا بقى حاجة دولة كده ما فيش حاجة كده وليا. ايه 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 حاجة ليك ايه ايه انت عندك صداع? لا. عندك مغس ولا حاجة? لا. خلاص خد دي. ايه ده دولة? ده سبداك. اه طب واخده ازاي ده دولة? ده بقى بالسكينة كده و بس اطلقت لسانك الاول وبعدين بالسكينة وتقوم ايه? داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليه دولة رفض. ده يجيب لك كل الامراض بعد كده بقى تديك بقى من الانواع التانية عالج لك ليه الامراض. ايه يا مام. عاملة ايه يا ماما يا ست الحبايب يا حبيب عاملة ايه النهاردة? مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الاخيرة? لا الف سلامة ليك يا ماما ان شاء الله تقومي بالسلامة بازن الله وتنواري البيت وتزقطتي وتهياسي خد يا سناء خدي ده بسرعة. ايه? روحي اعملهولنا في شوية مياه وقالي بيه وهاتي بسرعة. ايه ده? ايه ده يا عادل ده? دي وصفة مهمة جدا دي اللي هتخفف ماما واتخفف حمايتي بازن الله هتلنك ببيتين بس بسرعة يا الله لا 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 شامية يا عادل انا مش هادر اخذ الحاجات المؤسفات بتاعتك دي انا فيا المكففيني خالص من فضلك ارحمني خالص. اسكتي يا مجيد عادل مش هيعمل حاجة تخلينا نبقى وحشين مش كده يا عادل? ايه طبعا يا ماما انا لو ما كنتش واصخ مية في المية من الخلطة اللي جايبها لكو دي ما كنتش تتهالكو يعني. ايوة يا ابي بس حتى الاعشاب لازم تتاخد تحت اشراف دكتور. ها دكتور هم الدكترة يحطوا مناخرهم في كل حاجة كده يا ماما دي عايزة مفهمية وعايزة عقل والمفهمية والعقل عارفين فين طبعا يعني. هيا مش عارفة لي انا مش متى من الناولك خالص يا عادل. ولا انا يا ماما. عموما لما ماما تشرب بقى الخلطة بتاعتي دي وتخفه وتقوم تزقطك كده ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطة. فضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحبايق. اتي حبيبي. بالهنة والشف. سمي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحنين. الله. ده حلو قوي. ده حلم الكوكتيل. شوف كبا يا ماما. يعني انا هديك حاجة وحشة. الف سلامة ليك وان شاء الله بتشافها يا ماما. طب انا يا بقى عايزة الكوباية بتاعتي. لا مش هديك الكوباية مش انت قلت مش عايزة. انا ما ليش دعوة انا عايزة الكوباية بتاعتي. يا عم عادل اديها الكوباية خلاتوا تفحها. مش هنقص من زنها. خد خد. اتهاتي. هتهاب. هتهاب. هاتهاب. هموما هتعرفي قيمة الكوباية دي لما تخفي وتقومي اتزقطاتي وتتنططي وتقولي كلام الغريب اللي بتقوليه. زيح يامجي ده. العيت مر. شامعاً عليكم سلام ورحمة الله بركاتة أهلاً بالدكتور بتاعنا أهل ركاً حتة زي كيها وزي همتي الحمدللله بشري سي حتبقيت زي الفل والله استغادل وليل ونهار عمالة تتعي لك ياهه معقولة بالسرع دي يا دولة يا كبيرние كبير ها 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 مش عايسكوا تحرجوني هذا كل ده بفضل ربنا Saudita إحنا مجرد أسباب يعني لم Virni we had no flirt وبعدين بإزن الله بعون الله مع الأعشاب الطبيعية اللي أنا بعملها بعد كده مش هتلاقي أي مريض موجود في البلد. يعني ولا بقى مستشفات ولا أدواء ولا كلام فرغ مين ده معلم. الله عليك يا دولة. إيه ده كبوسة أستاذ عادل. لا 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 أستغفى الله العظيم دي الشمال خد دي. يا ابني مجرد أسباب زي ما بقولك يعني. أسباب آه باشا. ده الحمد لله أنا أمي كنت خلاص في قط الأمل نارحة ومش راجعة تاني. يا جماعة الحاضر يعني للغاية. الأستاذ عادل هو اللي ربنا شوفاني على 経usalem وأمي. وكلونا عفداك يا أستاذ عادل. أستاذ عادل يا أبها. إيه العظما지 كلها. أستاذ عادل يا أبها. إيه العظما دي كلها. يا جماعة يا جماعة أنا مبحبش اليتاف دعوني أعمل في صمتي يعني مش هاي زيتاف خالص. أستاذ عادل يا أبها إيه العظما دي كلها. أستاذ عادل يا أباها دي العظمة دي كلها بيبي انت عبكاري عبكاري جينيس طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب لو طافت فوق السطح هتسوي الهوايل طافت ايه بس يا رانيا ايه المواهب دي يعني طيارة ربنا يخليك ليا حبيبي عارف العيه ده كان غم ونزاح والحمد لله الحمد لله العاف يا ماما دي حاجات بسيطة ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي بس يا ريت بقى تكمل جميلك علي وتشوفي دول الضخ وانا كمان تشوفي دول السكر لا بقى يا شوفي دول السكر اماشي ماشي ماشي اشوفلكم ان شاء الله كل اللي انتو عايزينه واحد ضخط واحد سكر واحد ايه ايه ده يا جماعة يا جماعة انتو كان عندكو دوربارد وراحلوا وحده خفلوا حدو يعني انتو خفيتو بدون اي تدخلات يام هرصوح على حزب اعداء النجاح ده انا مش عارف انا يعني بس ما تقلقيش ما تقلقيش أنا في باب مخصوص كذبه في الكتاب بتاعي عن حزب أداء النجاح والعلاج بتاعهم إن شاء الله إذا؟ جيت سهبيبي؟ أنت رأي تعمل موسوعة علمية صحية؟ طبعاً لأن الموهبة لربنا الدهاني الحمد لله يعني مش لازم أخص بيها أهل بيتي بس لكن لازم أفيد بيها المجتمع والناس طب يا ريتي يا بيت عملي خلطة كده للذاكرة عشان الحاجات اللي بذاكيرها ما اضطرش تعرف أنت لو عملت كده هتكسب ذهب ده كفاة لك السنوية العامة؟ آه على رأيي كفاة السنوية ده لو كل طالب في السنوية الداني جنيه بس هبقى مليونير خلاص هعمل ديه في خطة أعمال اللي جاء إن شاء الله أوه وكمان أنا يا بابا عملي حاجة كده خالطة يعني عشان لما يجري ولعب وتنطط كده ما تعبش ماشي عملك الخالطة يا يا سمين اعمل حاجة بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيئات والجنان آه ده انت وصلت خلاص دخلت مرحلة الجملكة لا ده مش عشاني ده عشانك يروح قلبي عشان أنا ينهرسوا على حزب قعداء النجاح ده مش عارفين يقولوا إيه ولا إيه ولا إيه هعمل للهلاوس والتهيئات بس على الله يجب نتيجة معاكي السو شو دولة شانج يانج اتفضل يا بروف اتفضل يا بروف اتفضل واحدة واحدة يرجعوا كده هون صف كله مش عايزين هرجالك تعال انت يا حاجة كده عشان نلحق نبي يا ابني تشوف ده حاجة للكبدة حسنت عايبني اوي الكبدة تعبك اوي الكبدة الكبدة لا ده طحان ده اللي ايه وازي الكبدة اهو خدها حاجة دي خلطة مخصوص عشان الكبدة معمولة من كبدة الحوت مع كبدة الغزال مع كبدة اسكندراني ودقى بقى وايه يا معلم خد دي هتاخدها ستين مرة في اليوم لمدة اسبوع ويجيلي بعد شهر ان شاء الله تفتكر بقى انا هقعش العمر ده كله الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع خمسين سنة على الآل ان شاء الله طب انا خليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من امثالك مع السلام اين بعده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حمادة ابو قصة ابو قصة؟ بص سيب شعرك يا عبر عنك مش محتاج تعرف نفسك واضح القصة طبعا تحتها امرك المشكلة ان شاعري ما بقاش زي الاول اكيد طول ما بص البني قدمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبالوا بعدك انت بتتكلم ليه؟ مش انا متنفق معاك مفيش كلام خالص؟ قاسف مشكلة يا عف ان شعري بقى مليان قشر والبنات اللي كانت بتجري وراي علشان شعري بقهم بيجروا مني وبرضو علشان شعري ايه ايه ايه؟ ايه ايه؟ اسف اكيد بقى المشكلة يا معلم في الشعر ولا 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 انت بتتكلم انت هتعمل فيه يا هصيني؟ خليك في القرطاص اللي انت لابسه ده مش عايز كلام خالص اسف تفضل يا سيدي الشعر 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 اه انت شعرك لونو اه خد دي كوئيسة قوية عشان الشعر اتكر على الله استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميا مغلية جامد جدا لمدة 3 ساعات والميا مغلية وعمالة بتفاق فهتاخد منها تقعد تدعك في الشعر الجامد جدا وبعدين تقف في الشمس لمدة 12 ساعة ايوة ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدوا ادعك راسك جامد قوي ووقف بالليل في الشمس كدوا عشان بتبقى الدنيا اعترامة الشمس ايه اللي بالليل يهبل؟ يهبل شمس ايه اللي بيقوقع انت اي كلام جاي فيه خلاص؟ انا بشتغليك فعالك؟ اسف مش يا رب البطارية تفضى ونخلص منك مش عايز ولا كلمة دي متكري يا بوف الخلطة دي هتجيب نتيجة مع القشرة نتيجة ان شاء الله هتدعيلي لما تلاقي القشرة مشيت وما فيش اي قشرة علمك الخلطة دي مصنوعة من ايه؟ من كل الحاجات اللي هي علاقة بالقشرة يعني دي مسلا معمولة من قشرة السمك مع قشرة اللب مع قشرة البطيف شكرا جدا ولد 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 مطبوظ نشي المشروع أه شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكيد حضرتك استعملت الخلطة غلطة خلطة ايه بقى لا شعري يوقع الخلطة خلطة اللي سمعت يكلمك بالأول اشتركوا في القناة ايه بس اللي حصل احكيلي ايه اللي حصل ونتفاهم يعني بدل الهجوم اللي انتو عاملينه ايه اللي حصل؟ حصلت حاجة لاخدت الخلطة منك اشتركوا رواحة البت عملت زي ما قلتلي وحطت الخلطة هنا يا دوب لسه ما اعمل كده بشعري كده؟ ليه بشعري كله طلع في ايدي كده؟ طيما يبقى انت لو قاعت شعرك يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دول انت مش غلطان هو اللي غلطان لا ايه هتستحبله ولا ايه؟ الخلطة بتاعتك مضروبة ايوة يا دولة مضروبة وانا اللي ضريبها في الخلطة يا دولة اوه انت بتكلم ليه بتكلم ليه؟ من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ وانا بتديني الدواء يخليه نام على طول وتقول لي هاي ايه؟ هتعيش اكتر من خمسين سنة انت كنت نوت جميتني ولا ايه؟ يا عم اكتر من خمسين سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبع على اهل اخرص يلا بنا يا رجالة ناخدوا حينا منهم اه 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 بالراحة يا سنة بالراحة سي بيه يا سنة ينزف سي بيه ينزف ونخلص منه تخلص مني؟ بقى كده يا دولة طب انا لما موت بقى مين بقى يشيل بلويك يا دولة يا اخي يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف ألم مملك جراحك طب بالراحة اوي يا سنة والنبس لانا مش عارف الجرح ده بيوجاعنا اوي 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 ده انا حاسس ان انت شالفاته ومش هنفع في الجواز بعد كده جوز ايه وانت كنت نفع قبل كده عشان تنفع بعد كده طيب بالراحة يا نقنق بالراحة كفاية الجرح اللي في قلبي ولا ولا ما تحترل نفسك يا لا ايه ايه بيتعاكس اختي وانا قاعد يهبل يهبل انت الجرح قلبك سيبه في حاله حرام عليك ده غلبان ولا اقولك بالمرة اخترق له حاجة هو جمان تخففه يلا يلا اه اه اصدك ايه يا سنة اصدك ايه اصدك يعني ان انا ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايزة لا 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 اسف جدا اسف جدا ده غلطة بس ودايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا اخطاء ده هو السكر اللي انت كتبتقولي وجبتقولي علالي السكر على الاخر اه ولا ده هو الضغط اللي انت ادتهوني يا خبارات بيدعلى عمله في دماغي زي ما يكون محمد عليك ليه عمال يضرب فيه يا ربي بيبي حبيبي وحياتك بلاش الشغلانة دي يا بيبي اصدها خطر اموت لا مش بلاش والعاجة هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شوية غلطات بعد كده بيتعود يا جماعة ده عادي جدا يعني بيحصل لاي عالم من العلمة يعني اه اه ياسمين عالي التلفزيون كان عالي التلفزيون حاضر اهم الانباء من اخبارنا المحلية تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اصرار الاعشاب الصينية الذي انتشر مؤخرا بالاسواق وتبين ان مؤلفه يعملوا حلاقا وليس معهم واهل سؤال ابتدائية وكديرا بسكة ان مؤلفه قد يسجن مدة لا تقل عن سلاسة اعوام يا بيبي شوفت مش انا قلتلك من نهايتها وحشة خالص يا جماعة هتلاقوه مش ابضوا عليه عشان مثلا الخلطات فيها حاجة غلط اكيد فيه خلطة مطبعية اخد مزاجي بقى اخد مزاجك من ايه؟ انا مش فاه يعني انت بتتعامل مع الشاي زي الري بالطنقيت على اساس انك هتزرع ولا ايه؟ يا دولة حبيبي مش انت قلتلي انت ليك كوباية شاي واحدة بس تقولي اليوم يا دولة انا بقى يا عم اكتشفت ان الطريقة دي ان هي احسن طريقة في شرب الشاي يعني يا سلام احسن طريقة ده مين اللي قالك عالطريقة دي الدكتور حتة القهواجي؟ بص يا دولة انا هفهمك حبيبي بص انا لما بشرب يعني بعوز اصهر بقوم شارب شاي بس بالطنقيت كده هون ثلاث نقط في بقى بتلاقييني بقى ايه فريرة صحيان ما بنامش خان يابل يابل ثلاث نقط في بقىك يا لأ لو عايز تصهر حط ثلاث نقط في عينيك لا يا راجل ولو عايز بقى عينيك تفهنجي القوي حطها من الفنجان على طول في عينيك كده اللي قتل على طول اه صح يا دولة دي كان التايحى علي فيندي يا دولة يا دي بس اللي تايحى عنك انت كل حاجة تايحى عنك يا ابني بس انت يا رمزي غيري خالص يعني انت ما بتشرب شاي بتعرف تسهر طول الليل واش كده اه وما بعرفش هنام خالص انا بقى ما بنام ما بعرفش هشرب شاي خالص بعد اذنك السلام عليكم عليكم السلام يا محمد الله وبركاته وعليكم السلام اهل المسلام تفضل ممكن تجيبلي اله الحنان واليوتم عند الفرعنة ياه للأسف يعني التمثال ده بالذات ما بيتبعش إلا مع مامته وبابا يا سلام يا الواد ربز تعلم مني حاجة اخي هلو يا معل يا معل ما العمري كانت عليك فلوس يا معلم انا الشيكات الوحيدة اللي في السوق اللي مبتتردش ابدا ايوا طابع واسأل كويس قوي على عادل سعيد احمد الدغري بعد اسمك انت اسمك عادل سعيد احمد الدغري ايوا يا سيدي اسمي عادل سعيد احمد الدغري خير يعني ولدك اسمه سعيد الدغري امال يعني اكون اسمي عادل سعيد الدغري وابوها يبقى اسمه ابراهيم بركاط عادي يا دولة بتحصل يعني عندك مثلا الاستاذة النجلاء فتحي الممثلة دين ابوها ما اسموهش فتحي اسمه ايمان يا سيدي وهي بقى اللي قالتلك على الحكاية دي يا ابني دول نجومي يا ابني عندهم اسامي شهرة يعني اسامي نجومية عندك مثلا لعيب الكرة اللي اسمه ده رجبة انت فاكر ان ابوه اسمه رجبة مار لا رجبة تانية خالص ارجوك ابوس ايدك اتوسل اليك انت اسمك عادل سعيد احمد الدغري والله اسمي عادل سعيد احمد الدغري اتفضلوا دي البطاقة هيك الحمد لله الحمد لله ايه يا كانت ضايع منك ولا ايه فكرتني يا ده يا رمز من البطاقة بعد اذنك البطاقة معلش انا حفهمك انا اسمي سعد سعيد الدغري ايه ماشي انا مالي ملك ازاي احنا اسمنا زي بعض يعني ممكن نكون اخوات يا سلام وكسبتني بقى افمنسة يربح مليون ولا ايه؟ ايه ليش بقى اللي بيلاهوا بعض الشوارع ده والدت الله يرحمها بلغتني قبل ما تموت وانا عندي ثلاث شهور ان لي اخ من والدي ما عرفوش ليس انا بص وانت عندك ثلاث شهور بلغتك ان عندك اخ طب ايه بلغتك ايه امتى لو هي بتردعك اه اه ايه بس يعني معقولة يعني كلام مهم زي ده يتقال ساعة اكل انت اللي همت موضوع الاكل مش همك انه عنده ثلاث شهور ايه فهم ازاي يا غبي يا غبي وسبتلي الجواب ده وهدي بتقطع ايه فضل ايه ده غريبة ايه انا غريبة جدا ايه؟ ده خط والدتك اه ده وحش قاوي ماما هو انا يا ماما ليه ما عنديشها ماما ولادة عاما وبنات عاما يلعبوا معايا ويصيفوا معايا مالش يا حبيبتي اصلي جدك سعيد بعد ما اجاوز تتك انعام بكم سنة كده طهق وما قدرش يكمل يا دوبك زقت عادل وبعدين سانية وبعدين راح مفوت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده وراح مفوت ده لعلمك لعلمك الخاص ماما هي اللي عرفت بابا في عيشته لغاية ما خلته يخرج برا البيت وهي اللي طالبة طلاق يا حبيبتي مش بابا اللي طنش ده لغاية دلوقتي يا حبيبتي بيبعاتلي جوابات ومرسيل عشان ارجعله وانا اللي مش راضية هاهاها دي بقى النقطة بقى بتاعت اخر السنة لا يا حبيبتي بقى مارة ايه بقى مارة العشرة تجاوزهم من بعد بكل واحدة اجنة من التانية واقفش من التانية اخيره امه عاطف دي امه عاطف على العموم انا جبت له الولد والبنت الدور والبقى عليك انتي اللي خلفتك كلها بنات اسكت يا ماما احمد ربنا ان خلفتها بنات يا حستي يا حستي لو خلفتها رجالة كانت جات وعدت معنا انا برجالتها نعمل ايه بقى يا ماما كنا نقعد معهم في البيت ازاي دي كنا حيعودوا على قلبنا يريفونا شبا حرام عليكي عاوز اتفرج على الفيلم عارف يا رانيا ده فيلمي جنن اسمه من اجل ابناني اتفرج اتفرج اه مش ده الفيلم اللي احداثه بتدور حول الاطفال يتامة اه وتعدد الزوجات حيث ان البطل بيسافر لكل مدينة ويجاوز ست ويخلف خمستاشر ولد وبين ده ده لا 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 الفيلم اللي انتي تقصو ديه ده اسمه اولاد في الشوارع عارفاه ده بطولة حماكي يا حبيبتي اللي هو بيجيب الايال ويخليهم يمشوا في الشوارع عند تجسيات شحاته بس يا حبيبتي كان راجل راجل وجاب الود وجاب البنت مش خلفته ابنتي يمش ايييي rehum بالعموم انا هقول لعدل على اللي انتب casino على ابوه ايه ده ابو ابني وبنتي أيوة جيرارز على شيش النظيفة كانت إياهم مش فاكر مش فاكر يا ابني اصرا لفت كتير رحت بلد ونجوع ومحافظات وركبت الحار ومناطيط منطيط؟ انت ليه محسسني يعني يا بابا أنك كنت السندباده الدغري يا ابني أنا إسكندرية اتجوزت، بنها اتجوزت، طنطق اتجوزت، أسيوت اتضربت، قصد اتجوزت إنما الفيوم دي مش فاكر لا يا بابا ما أنت لازم تفتكر يا بابا اسمع أنا كنت تعرف واحدة في فيوم أها صح بس ده زمان إنما اتجوزتها ولا ما اتجوزتهاش أنا مش فاكر طيب بلاش دي فاكر اسمها؟ اسمها لا مش فاكر بلاش اسمها، طيب بص كده يا بابا الجواب ده ركز معي، الخط ده خطها؟ خط إيه يا ابني؟ أنا مش فاكر والله يا ما فاكر مقص يا بابا ده خط ما يتنسيش ده تقريبا كاتبة روسي ولا إيه؟ اسمع يا ابني، أنا اتطلعني من الموضوع ده خالص مش عايز من طاقي تاخد خبر، ده لو خدت خبر هتبعدلني طيب يا بابا، بلاش كل الأمراض دي إيه رأيك تشوف الوادي اللي اسمه ساعد ده؟ ممكن تحس نحيته بإحساس الأبوة مثلا؟ إحساس إيه؟ الأبوة كنت حسيته على الأقل نحيتك يا ابني بابا ده انت ربع ساعة قاعد هنا في القهوة بتدور علي مابا زي ما قلتلك يا ماما، مش عايز أي حد في البيت هنا يعرف لغيته ما تأكد بنفسي معقولة، معقولة بابا يعمل كده أبوك دون ويطلع منه كل العبر، يعني تتوقع منه أي حاجة ما قلتش جديد يا ماما، طب المهم يعني أنت ما كنتش بتلاحظي بس أنه هو ليه علاقة بحد في الفيوم، ما قلكيش أنه هو تجوز من الفيوم بالصراحة، هو كان بيسافر الفيوم كتير حلو قوي، كان بيسافر بقى الفيوم، يعمل إيه؟ بيجيب لي فراخ طيب ما فقستهوش في حاجة؟ لا فقسته، هو أنا عبيطة حلو، فقسته في إيه بقى يا ماما؟ رحت الفيوم، وسألت، والتقصت حلو، عرفت إيه؟ عرفت أنه كان بيجيب لي الفرخة بأثنين جنيه وكان بيحسبني على ثلاثة جنيه معقولها يا ماما؟ إيه؟ فيها؟ الفراخ اللي يتقوي كده؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دولة إيه أنا معا دلوقت دهين؟ أخوك بقى يا دولة بقى يورس فيك يعني يورس فيك؟ خلاص موتني بالحي يا حيواني وأنت بتأمل إيه؟ إيه بتصور ولا إيه؟ بصورك يا أخي يا حبيبي طيب مش تقول لي يعني عشان أبتسم أسرح شعاري أي حاجة؟ خد يا رمزي صورنا حال، انسك كده يقولي هاي صورنا مع بعض؟ أه، يلا طيب ما انت كده خنقني، ثانية واحدة بس انت كده خنقني عناق الأشقاء يلا يا رمزي صورنا يا عم كده هو تخنقني دي أسعد لحظة في حياتي، أنا كنت مستني اللحظة دي من زمان أنا دي أسوأ لحظة في حياتي ما توعي يا عم خلص يا رمزي أنا ضرار طيب العليمين، العليمين اضحك السورة تطلع كويسة اخلص يا عم، هتبقى الفيلم ده يا رمزي ها؟ وتروح تحمده عشان أنا عايز أكبر السور دي وأبروزها ماشي؟ حاضر، حاضر فريرة خد 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 عادر انت فهم يعني إيه تحمده؟ آه طبعا دول أنا هديها للراجل هو هيبيته بقى بره التلاجة يوم كده وليومين وأروح بقى أخدها منه ويجي على طول طب وإنت بعقلك يعني النور طبعا يا رمزي تفتكر حد ممكن ياخد صورة حمضة؟ أخوك بقى يا دولة بقى يعني أنا أعمل إيه بقى؟ ما تقولش أخويا ما يقولش أخوك ليه؟ ها؟ روح انت عرمزي حاضر ما يقولش أخويا سبب بسيط جدا ان أنا لغاية دلوقتي لسه ما تأكدتش يعني بس أنا متأكد ده أنا حتى لابسين بانطلونات زي بعض ده تشابه مركات مش معنى كده ان احنا أخوات يعني انت ليه مش موافق اننا نبقى أخوات؟ أنا يا سيدي موافق وكل حاجة بس يعني قديني فرصة أفكر بس أنا بفكر ان انا نعلل خبر أخويتنا ده في الجرائد نعلل خبر أخويتنا هنكتب إيه بقى في الجرائد؟ نكتب تما بقى الحمد الله في أحد الفنادق القبرى إعلان أخوية عادل سعيد وسعد سعيد؟ والله فكرة حلوة حلوتي يلا انت بستهبل بس بقى سيبني الشغل أنا قديت سنين اليوتم والضياع والوحدة بدون أسرة بدون أمل ولما لقيتك حسيت اني وصلت بر الأمان الحمد الله على السلامة يا سيدي أنا مش ممكن أسيبك أنا بقى أسيبك عشان أتكر على الله وأروح لأهلي بقى لسبب بسيط جدا أن أنا عايز أروح أتغدى معاهم مع بنتي مع أمراتي مع أمي مع أختي معقول ربنا يديني كل ده مرة واحدة عندك بنت يعني أنا عمها بقولك إيه مالكش دعو بياسمين واختك يا عن أختي دي مش إشكال خدني أركوك خدني معاك هشوف أسرتي لا أخدك معايا إيه الحكاية برضو محتاجة لتمهيد يعني لا أختاري حد يعمل كده في أخوه أنا مش ممكن أسمحلك إنك تحرمني من الحب والحنان تاني أبوس إيدك أبوس إيدك إنت من ساعد ما شفتني وعمال بتقول لي أبوس إيدك أبوس إيدك وعمرك ما بصت خد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقدم لكم ساعد تيتا مش ده أخو بابا اللي إنتي قلتلي عنه يا سلام خزينة أسرار فعلا يا ماما بس واضح إن الرقم السر بتاعك ضاع أخلا كونجراتيليشنز يا عادل طلع لك أخ إيه طلع لأخ دي وإيه كونجراتيليشن لي وانا ناقص ناقص يعني كده يا عادل لما نبصره بالفرق اللي عالجنب والأميس اللي مقفول ده موديل السبعينات يا عدل مش بطال مش بطال إيه هو متقدم لك قال يقعدين يكفيك وشر الجيين في الحقيقة يا جماعة أنا في خضام مساعدتي وسعيد بأسرتي الجديدة وعايز أقولكو إني عاشت قعاني من سنين الضيارة والوحدة بقولك يا بقولك يا أخ ساعد الناس دول مش ناقصين ناكة الكفاية اللي هم فيه يا حرامي سي مل عليك يا بطا يا عدل يا حرامي يا عادل ده شكله يا بابي إحساسه مرهف كده وحساس كده وحواجبينه وعمالها تلعب بابي ده شكله أكيد عانا من طفولة متكبسة متكبسة متعلبة إحنا فينا اللي مكفينة إحنا مش ناصين حد يعني بس على فكرة يا بابا أنت أحلم من أخوك بكتير يعني مش بكتير قوي يعني هو برضو حلو يعني ما شاء الله يعني ربنا خليه يعني حلو ده إيه؟ أنت اللي أحلى طالع لأمك لكن هو طالع لأمه وهناك فرق بلا واجسة من تنتون لتنتن يا قلبي لا تحسن بغض النظر عن الأراء الفردية والمقارنات أنا سعيد بأسرتي الجديدة رانيا طب خلنا إيه النهاردة مش عايزة أقولك يا دودو أنا أبدعت النهاردة أنا النهاردة عملالك اسكالوب بالماشروم باللانجوس وعملالك الحلوة بقى روز بلبن بجوز الهند بالأو أهلت إيه دانو تربيت عاليف الفيو بسي قوي أومك العالموز ربنا بنت أشاري لنفسك بس يا مو بس يمكن لو سبحت أنا عايزة الكارتون كارتون إيه ده يا بنت الكارتون ده تافه وبيخلي الأطفال تفهيم قالت أمه جيري قال في فقر بيجري وراء قطة عشنا وشوفنا طب أنا بقى لما يجي بابا هقوله هتقولي البابا هتقولي الماما أنا ما بخافش يلا أمي ذاكري أزاكر إيه أصلا وأنا أصلا خلصت امتحاناتي واخد الأجهزة من زمان ذاك الدروس السنة اللي جاية يا شطرة يلا شطرت مين انت هيئبني انت أصلا يام أنتخ انت هوا نقلبس عمال تحس بالزعب بيدي لا بالأسلوب الغوغاء ده أصلا بنت أخوية وشوكة في ظهري لحد ما اجوزها ها تجوز مين وانطلع مين يا خرب بدك انت مين أصلا انت أصلا حيالله أخو جوزي واساسا شكير في نسبك وعروقك الانتمائية يا أنتخ أنا عايز أقولك احترمي نفسك احترم نفسي احترم نفسك انت بتضربني بالموزة أيوة احترمي نفسك أنا راجل البيت انت أصلا ايه الدوشة دي شوتكم وصل الجرانج أنا اللي بزعق ما أنا شايفة أنك بتزعق عارفة أنك بتزعق السؤال يا أستاذ بتزعق ليه أنا راجل البيت وزعق زي ما أنا عايز ولازم أشكوا من حريم اللي في البيت دي واحدة واحدة أخوي عادل كان تعبان معاك انتو الستة ايه دا واحد على ستة ليه مطش أهلي وزمالك بقولك ايه يا بديمناس البيت دا كله كوم وكل الستات اللي فيه كوم وانا كوم تاني أشرفتك يا واد أمرمتك أنايمك على صفيحة زيبالة متنية بقولك ايه انا مش عادل وبعدين ايه اللي انت لابسها دا لابسها لي كط اتكط انت وتنير اتلم فلتك السودة دين بقولك ايه اخر مرة بقولك انا مش زي عادل يا سلام وانت الطول تبقى عادل انت يالي بيلا اب ولا ام ولا هوية احتربي نفسك يا وليا ولا عشان بابا كان بيحب ماما اكتر منك تقومي تنفسني علي نفسنه عليك من بدري يا بعيد طب والله العظيم لا اقول لك عادل اول ما يرجع اه؟ عادل ايه دا اللي بتخوفوني به عادل دا ولا حاجة اه؟ انا هنا الامر الناهي ايه يا جماعة في ايه سكو جايب لاخر الشارع في ايه يا اخوانا؟ عادل اخوه يا حبيبي معنك يا اخوه يا اكيد تعبان من الشبل يا سلام فعلا الاخوات بينفعوا عادل 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 لازم تشوف لك حل مع الانتوك دا عادل لازم تشوف لك حل مع الودة عادل انا عايزك في ابتماع مغلق عادل انا عايزك في كلمة جوا على انفرد طيب حاضر حاضر هاشوفوا الاول بعدين هبقى اجيه هاشوفكم تفضل يا سين كلمة ايه اللي انت هتقولها له جوا دي؟ سر ايه اللي بينكم انت حيال لظيف يا اخويا يا اهلي يا عزوتي يا كل الناس انت يا ابنة هتغنى علي قول عايز ايه خلص بصراحة انا عايزك في موضوع مهم يا عم تفضل يا عم قول يا عم البيت مش عاجبني حلو قوي تكر على الله امشي بموت بحب ازارك والله دم كفيف والله ياسمين بنتك محتاجة اعادة تربية البنت بتعملني كأنني مش عمها لازم تحترمني شوية ما تهزقنيش ايه عملتلك ايه ضربتك على فاكو انت احد ثانيا سناء بتلبس ملابس منفتحة قوي وانا مرضاش كده على اختي ايه بص يا سعد احنا الغاية دلوقتي مش متأكدين يا ابنة انت اخونا ولا مش اخونا وبعدين ما ينفعش تيجي تغير نظام البيت في ليلة واحدة يعني وامك بيتعملني معاملة مرات اب رسمي هي مبدئيا ما تعتبرش مرات ابوك هي تعتبر مطلقة ابوك لو دا كان ابوك اصلا ورانيا مراتك مالهى لازم تطلقها يا جماعة احنا عندنا النهاردة عضو جديد في البيت ولازم ناخد فترة على ما نتواقم معاه احنا عملنا اجتماع وعقدنا مجلس رجالة واتفقنا انت تخرص خالص عادي انت مش عارف يا عادي بيقولي عليك ايه من وراك بيقول عليك ايه لا يا بابي كلها حاجات بسيطة بيقول ان انت ملكش لازمة وان هو ارجل منك وان هو الحاكم الامر الناهي وراجل البيت انت قلت كده؟ ها؟ لا ما قلتش ما حصلش ها يعني عادل هو رجل البيت وهو الامر الناهي مش كده؟ اه لا مش عارف مش عارف هو اللي مش عارف انت هتستهبل ولا ايه؟ وضع طبيعي طبعا دي امي ودي مراتي ودي بنتي ودي اختي فبالتالي انا الامر الناهي هنا في البيت مش معنى انت؟ ليه مش انا؟ مش انا ليه حق في الاسرة دي زي مليك بالزبط؟ اهدى يا سعد اهدى مش هاهدى انت كلكم بتعملوني وحش انا حواريك عادل يا سعد عيبي يا سعد اهدى يا ابن اهدى مش هاهدى انا بكرهك تكرهني؟ ولا تلمي يا لابدا ما تديك بالجزمة مش رادة تقرع ليه؟ تديني بالجزمة؟ طيب انا سيقب لك الميت وماشي ماشي ومستنيك في البزارة يا قادي ميلا انا صدحت تخلصت منه وقالك هيستناني في البزارة عادل الوادده مينفحش يقعد معانا ابدا انا عارف يا ماما بص هعمله ايه يعني منك لله يا بابا منك لله لا 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 او حد يفتح الاحسان يكون رجع تاني بالعكس يا ريتس يكون رجع تاني عشان يبقى جيل قادره بقى دولة حبيبي ايه انت؟ يا نقمة الحبيبي طرق الزبير دي اكني الحبيبي يا نقمة عايزة ايه ازيفت انت كمان سعد اخوك يا عام مالو سعد التخين عمل ايه؟ نيس يا دولة البتاع اللي بيسافر بيه دواً في البزار البصبور بتاعه نسيه؟ اه اه ايه ده؟ فيه ايه عاد؟ اسمه سعد سعيد الدغري عويس واحنا اسم عيلتنا الدغري براهيم الله يعني ما تلاقش اخوك ولا حاجة يخرب عقله يعني كل الفترة دي بينصب علينا؟ بينصب علينا طبعاً مش اخوي يا سيدي ولا حاجة ماشي انا هفراجه اه الرايا على فين؟ على البزار ماشي يلا بينا على البزار دولة كنت بيقولك يا انا على حاجة كده هوا الفيلم يا عم انا بيته برا التلاجة ولسه ما حميتش ريحته وما طلعتش يبقى حطه في الفريزر عشان يطلع صور من جميدة يلا عادل ها ارجعلي بيه حي مش ميت يا عادل هتولي يعني انت كنت عارف كويس اوي ان انت مش اخوية بصراحة يعني ايوة بصراحة ايوة ايوة وانا اللي خلاص كنت بدأت فعلا احس انك ابن خلتي زي دولة ابن عم كده بالزعب اه انا متبوصتش كل حاجة اروح اتكرع الله اشوف الفيلم قبل ما يتجمد يلا اه صح ادوة يلا اتكرع الله وعملت كده ليه بقى ام مال يا باشا بص بقى انا كنت مزنوق في اسرة وما صدقت لقيتها مزنوق في اسرة قولي لكن تسرق اسرتي ومن وراء وايه اللي يحرق في الطلب بتاعك ايه عايزة تعليم الرأس او ايه لا 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 الرأس ملوشه الاقة اصلا بالدراسة دراسة اساسا عند الانثة كده بفطرتها بفطرتها ايه بوسطها بقى عند الانثة بقى لكن فطرتها انت كل حاجة تلزقوها للفطرة ايه هالفطرة استحمل ايه او ايه عموماً أنا طلبي بعيدة عن المواهب بعض التام أنا طلبي تجميلي خاص بمسألة الجمال الجمال؟ لا 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 أنا برفض تماماً موضوع عمليات التجميل مالها ودانك كده يا ماما مزايل فل ياما ناس ودانهم طويلة جداً كده وعايشين ومسكين مراكس يعني يا عاد؟ هو أنا وداني وإحشاء عادل؟ لا يا حبيبتي ودانك أمر أنا بهذر طبعاً تكل حاجة تهذر كده بصراحة بقى أنا مضطرة أطلب الطلب بكل جراءة أعايز علبة مكياج علبة مكياج ليه؟ طب ما تجيبي مكياج فرط؟ يا عادل بقى مكياج فرط يا الكلام ده لما كنا في سنوي لما كنا بقى بننزل نزوغ من المدرسة بقى ونجيب مكياج وإصباع روش والحاجات دي يلف على أربع خمس بينات مع بعض هاي كنتوا بتخمسوا في إصباع روش؟ عادل أنا بتكلم بجادة خلي الجاد شوية يا رانيا حس إنت بيا بقى وبعدين مكياج إيه اللي إنت عايزاه؟ يا ماما إنت أجمل وقت بحب أتفرج عليك فيه وإنت نايمة ومدياني ظهرك خلاص بقى لاش علبة مكياج قال ليها علبة سامنة إنت عايزة أي علبة وخلاص؟ علبة يا ماما بصي لازم تفكري بشكل جماعي الطلبات الجماعية مش الطلبات الفردية أيوة بس أنا لما اتجوزتك اتجوزتك لوحدك ما عملتش فيك جمعية أيوة انت قبضتها الأول وبعد كده هما اللي جوه ما عمل إيه يعني؟ خلاص بقى يدفعوا هما بقى يا رانيا ها يدفعوا منين يا رانيا؟ ما انت ماما وعلى يادك عارفة مفيش أي فلوس ديها بتجيلها من المعاش زائد النساناء كمان بتاخد 300 ملطوشي 300 ملطوش دول يا دوبك بيكافوها أخناقات في المواصلات وبيكافوها مصاريفها يعني يا سلام طب ما أنا ممكن أقولك على مامي كده برضو وعفيها من المصاريف تعفيها من المصاريف ليه؟ مبطلب الأوائل إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إنت راحا فين؟ أنا عندي المحاضرة الأولى والشلة كلها مستنياني ما ينفعش تأخر عليهم؟ يا سلام ليه بقى إن شاء الله؟ هو أنت مشكورتي معدني النهاردة أن أنت حساعديني في شغل البيت؟ بص يا حبيبة قلبي أنا ممكن للمرة الجاية أوعيدك أن أنا ممكن أعجل المحاضرات بتاعتي وخليها بالليل ده بس عشر خطر عيونك إنت هي أمر باي والله هما اليومين دول هما الطلبة اللي بيحددوا موعد المحاضرات ولا إيه؟ الله العزيز فين أيام زمان نقامل الالتزام والتزويغ والنط من عصور هزولت هزولت ترويء وكلهم مش موجزين باشتغل عندكم ماذا؟ دفتر توفير؟ سناء سعيد أربعين ألف جنيه مصري فقط لا غير ومستهونين بالرقم ده ده بطر ست سنين يا سناء ست سنين بتخدعينا وبتضربين على قفانة وبتحوش من ورانا أربعين ألف جنيه وأنا مش عارفة أضرب قلبة مقياج من عادل مش يا سناء ماشي ماشي سلام عليكم عليكم السلام ربط الله وبركاته طلبتها يا ماما اللي انت تلطيها وجبتلي الكمان يا ستي الزباد يا هو عشان البشرة بالفراولع عشان خلي وشك محمار برسي يا حبيبي تعيش والجبن ودي يا سناء أدي ألمين جاف ألمين جاف إيه يا عادل وأنا حفتح مقلمة في المتين جنيه بتوعي عادل عايزك في موضوع خير قولي ما ينفعش مش عايز حد يسمعنا طب انت كده لفت نظرهم وعيقود تصنطوا علينا عنا تصنط على إيه ما انت مفضوحة مفيش عادل شانا غير أمك لأختك نهائيا إطلاقا ولد زعالي نفسي العكس صحيح أختك لأمك هنقعد نقول في فوزير ليه أنا أقوم دلوقتي أشوفها هي عايزة إيه وأبقى أرجع أقولك وقونتوا أبوا تصنطوا بقى عادي تضغل أمك واختك إيه دا دا موضوع تاني خالص مالهم بقى اللي توقعتوا لقيت اتفضل إيه دا دفتر توفير أربعين ألف جنيه دا بتاع مين دا مستر يلا غير بتاع الأخت سناء سناء آه سناء طب وجابة أربعين ألف جنيه من مين دا أكيد بصي الدفتر دا أكيد مزور إيه ولا تطلعيه لحد اللي يقبضوا علي أو أقولك بلغة عنها عشان يقبضوا عليها مدام مزور كلامها هو المزور حياتها معانا هي المزورة على طول بتتدعي الفقر وعمل نفسها معندها أشفلوز مشوف شوف أربعين ألف جنيه دا معناها إيه معناها طبعا إن هي مش متطلقة بتاعي اتنا وعيشة معانا لا يا حبيبي دا معناها إنها ما بتصرفش مليم أحمر عيشة سفلقة على قفالة الهالم أنت عارف أختك بتاخد كم؟ بتاخد في الشهر خمسمية جنيه بالحوافز خمسمية في اتنشر في ست سنين دا معناها ستة وثلاثين ألف جنيه طيب وله أربع تلاب بتوعلي أربعين دول إيه جابتهم من إيه؟ فوايد يا حبيبي فوايد دا معناه إن أختك نايمة وعيشة وواكلة ولبسة ببلاش أيوها وكلة وشربة ونيمة سفلقة دا حتى قلة أدبها ببلاش ماشي يا سناء أنا بقى هتصرف سناء عايزي يا عادل لا ما فيش يعني أنا عايزة أقولك صباح الفل والجمال والإشرة والكريم شنطية صباح الفل يا عادل خلص قول عايزي وبلاش محلسة محلسة؟ ليه بتسمي يعني إن العلاقة بين أخ وأخته يبقى محلسة يعني؟ عموماً القفة ما ودنين بيشيلوها إيه؟ واحد مش إلا واحد الزي إيد من هنا وإيد من هنا ومش عنده إيدين اتنين ولا هو أكتع إخلص يا عادل قول عايز إيه؟ لا ما فيش أنا بس كنت معدي فقلت عدي أسلم عليك يعني كأخت وكده فجيت أقولك زيك وزيك وأنت مش خلاص سلمت يا عادل واقف لي عايزين؟ لا ما فيش هتكر أنا بقى طيب موبايلات بقى ها؟ رنات عشان ما يبقاش ها قلت لها؟ ها هو أنا الصراحة يعني لما احتلها وأكيد الرسالة وصدت يعني رسالة إيه يا عادل في إيه يا حبيبة وإنت فاكر نفسك حمامة زجلة؟ بصي تشبهاتك مستفزة يا رانيا وبعدين أنا هقول لها إيه؟ هي أختي برضو مش معقولها روحها أقول لها حاسبيني على أكلك وشربك عندي يعني عادل بكل القوة وحاسم وعزم وأمان روحوا لها هلا إذا كنت خايف منها؟ خايف منها إيه؟ أنا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الأخ عمود البيت إرآجل فمسلا تغير وجهة نظارها على رجالة تكرههم مثلا يا سلم قال يعني هي بقى ما بتكرههمش بس اللي علمك بقى أنا فيه في دماغي فكرة فاضيعة فاضيعة وهبتدي بتنفيذها أوكي ماما فيه موضوع لو قلتلك عليه دلوقتي حالا ممكن تروح تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها يا خبر سود لكونا ويترجع لجوزها؟ لا يا ماما إيه اللي يزعى في موضوع إنها ترجع لجوزها ده؟ نفس عليك يا عادل عايز ترمي أختك لا مش مسألة ترميها بس أنت فاهمة غلط عارفة سناء محوشة من ورانا أربعين أماما ألف جنيه والنابي؟ برافو عليها مش زيك مراتك مقشتك أول بول يا ماما إنت فرحانة ومبسوطة يا ماما إيه ده أنت عايز البنت تصرف عليك؟ لا أنا بقولش تصرف عليها بس على أقل تساعد يعني يا مام أختك واحدة نية اللي لها عيل ولا تيل يبقى عندها حاجة تتعكز عليها ما تتعكز براحيتها أنت شفتين يعني شدت العكاز منها وقلت إيه؟ روح تصرف معها وكلمها أنت في الموضوع وما تحشرنيش فيه يا رانيا يا رانيا المواضيع دي ما تتخذش أقفش أنا لمحت الماما بس يعني بس لقيت إن الموضوع ده باية ما ينفعش أتكلم فيه يا سلام يعني هي ينفع يعني يتحوش وتجرش؟ لا 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 ما ينفعش بس أنا فكرت في حاجة بقى زي ما هي عملت كده إحنا كمان برضو هنعمل كده إزيل يا هتشوفي دلوقتي محتاجون إيه الشهردة من طلب Ni بدي المكياش بقولك الشهريدة تقلل المكياش آلو أيوه حاجة سايد، السعادة، سيطناني في establishment مساء الخير يا فاني مساء النور منزل مساء عادل طب هو كان طلب الحاجات ديت وقادل فطورة راجل شكله جيمش كده شكله كده دهال حاجة بقه يال يال نايمي وشقهري ليه هو أنا في العادي بشخر لا يا ست أنا اللي بشخر قصر عمي ما سمعت ستش خير ما انت تبقى نايمة قديكي شخطي شقهري عادل 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 رانيا رانيا يا عادل ايه 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 فيه ايه فيه ايه من حصله ايه حاجة بسيطة خالص فيه فطورة برا لازم تتدفع يا عادل مهامة فواتير مصر مليانة فواتير دلوقت حالة يا عادل ما تصحي بقى يا عادل الفطورة بازم تتدفع يا رانيا راجعي نفسك مش عايزة تقومي اني اغرق نوما اغرق نوما احدفلك العوامة براحتكو 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 ايه انا مش قلتلك ادعاكلها ضهرها باللمون وكلفتيها في البطلية الجديدة اللي جايبينها بالقسط ايه ما عندكش لمون يا سلام عليك ايه ما تستلفوا من المعابير يا اختي لا الف سلامة على بنت حضرتك الاستاذة اسمها الف سلام يا لا مع السلامة دلوقتي مع السلامة اه والله يا اخوية بس تسريلها تحت الشباك على طول فالزهر بقى اخدت لطشة برد من طيار الهوى البحري ايه بس برضو يعني اللامون ده ما بيجبش النتيجة اديها مسلا يوستافان دي او اديها مجموعة أنفلوانزا مجموعة أنفلوانزا لا مواخزة مديم دلية ايوة سيدة السباك ركب الكوع إيه؟ لسه بيناقط بقولك إيه؟ يركب له جلدة بدل ما يغير الكوع خلي بالك بقولك إيه يا سيدة ما توقفيش مع السباك لوحديكم سمع ولا لا؟ أيوة سكيدة مع السلامة تم تخلي أمام دو يقف مع عمه يعني مع السباك؟ لا أصلي بلا قفيا دا البيت التاني وجامعتنا اللي هناك ما بتخلفش آه دا حاجة عجيبة يعني حضرتك كنت بتجوز واحدة من اللي هي بتخلف وبعدين تجوزت على واحدة من اللي ما بتخلفش انت عكس كل الناس يا انت مين؟ أنا اللي جايب التالبات جايب التالبات؟ طب وحضرتك قاعد ليه؟ يعني مش خدت فلوس وخلاص؟ حضرتك أنا مخدتش حسابي أساساً خدش حسابك إزاي؟ مخدش حسابك؟ طلطت وأقولولي إن حضرتك نايم وطبعك شديد قوي فأنا مرضيتش بصراحة أجرع خلوتك يعني وأفتح عليكم باب القروضة ضغط يا عيد بس دا أنا هجيلي سكر ودوالي زبوري زبوري طيب وحسابك كام حضرتك؟ مية وعشرين جنيه مية وعشرين جنيه بس أنا مش هحاسب بقى على الناس اللي أنت عمال بتاكله واللب إيه دا؟ إيه دا؟ خمسة كيلو لب واكل خمسة كيلو لب أنا مش هحاسب على الكلام دا دي مسلسة واحدة بس اللي كلتها ماشي مية وعشرين جنيه أنا أجيبهم لك دلوقتي حالاً وبعدي كده حتى لو إحنا طلبنا منك حاجة ما اسمعش كلامنا ها؟ ماشا باشا بقولني السيادة إيه؟ لو سمحت يعني؟ لو حصل يعني ومؤسمك اتصلت بي ولا حاجة يعني؟ طمينها علي وقول لها أن أنا موجود في المحل وتكلمني ناك على التليفون ها؟ حاضر حاضر بقولك إيه؟ مش عايزك ترغي معاها خالص دا فيها خراب بيوت أهي ما تعرفش أن انت متجوز واحدة تانية عليها؟ لأ طبعاً هتعرف رانيا واضح أن اسلوب الصبر على سناء دا ما ينفعش إحنا نبتدي نسحب منها بقى ربع جنيه ونص جنيه مية خمسة وسبعين أسف للآخر نكونوا مبلغ حرب استنزاف يعني بصدق هاي دا مهبش منها الهبشة كبيرة عادل ياسمين بنتك عايزة اتنين جنيه عشان تشتري جلادي عادل عايزة تشتري جلادي ليه تجلد عمتها سناء ايه الزرافة دي؟ يا لطيفة المتفاق ايه بهذر عادي يعني الفلوس بقي عادل بسرعة اتنين جنيه انا معايش اتنين جنيه انت معاك اتنين جنيه يا رانيا لا انا معايش عادل فتكة خالص ايه دا احنا عادي في ميكرو باس هنا ولا ايه معاك فتكة معاك فتكة ميت على كام ومش عايزت فكها ورقة بكام قول ورقة معايا يعني بمتين جنيه مش معقولة يعني هنزل دلوقتي حالا عشان افكها ايه؟ مايصحش كده يا سناء ايوا كده يا ماما قولي لها مايصحش طبعا دي بنت اخوك يعني انت عمتها يعني عادي يا سناء عادي كده يا سناء خدي من اخوك المتين جنيه وفكهاك وانا ما عنديش مانع انها فكالي بس ايه يعني هتجيب فكة كمين متين جنيه يعني لا معايا فكة ما تقلقش خالي يا ريتج على قد الفكة دا ما فيه اكتر من الفكة ثانية واحدة كام دي متين ايه دي مية ايه دي التانية فكة انت بتقباضي من الكنتين ولا ايه سناء ايه؟ هو اكلي وبحلقة ولا ايه خذ يا وصيص الفكة اللي انت عايز هات الورقة ممتنة سلم واستلم ايوا شوفت؟ اختك مع همتين جنيه بحلهم وانا ما احتكمش على تلاتة جنيه وربع تلاتة جنيه وربع؟ انت بتحويش من ورايا يا رانيا انت قلتي لبالي عايزة خمسة وتلاتين قرش عشان مش عايزة فك الجنيه ماشي ماشي سناء الفلوس دي نقص تلاتة جنيه ايه يعني تلاتة جنيه في جزمتك؟ في جزمتي ايه؟ يا جزمتي دي عالصالة كأنك جبت بيهم شوكولاتة لياسمين شوكولاتة؟ طيب بقى يا رانيا ابقى خلي ياسمين تغسل سنان عشان شوكولاتة بتسوز السنان يا حلل احنا كده بنستنزم اتفرجي اتفرجي بس صبوري قالو؟ ايوا يا حاج فولي ايه؟ عايز بطاعة ايه؟ قالوه 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 يا حاج فولي ياخبرا بيzig التليفون خلص والمكلمة بقولك هي هت الموباعل بتاعك؟ لاى أنا لقد اوشكى رسيدكم على النفاز طب عامل ايه؟ سناء حوليلي من موبايلك لموبايلي خمسة جنيه عشان عندي nastylearning مؤهم جدا لان الحاج فولي فيه بطاعة بيني وبيني ولازم أكلمات على سرعة يبني انا خط وانت كارت حولك ازاي يعني طيب هاتي موبايلك بقى اتكلم منه خلاص سناء الدهول وعشان يهبط طب خد بس ما اتطولش لا عيب الا الحاجات دي انا امين جدا يعني رد بقى حجفولي اكيد مش عارف النمرة فمش راضي يرد يا حجفولي يا حجفولي رد يا حجفولي رد يا حجفولي رد خلاص خلاص الحجفولي ما ردش انتهينا هو ايه طب هاتي اكلم واحد اسمه جابر صاحبي كان معايا في تالتة تاني في اعداد يابني هو مصريف وناتش وخلاص علم سنكيح صحيح احنا بنتشتم يا عادل احنا بنتشتم وبنتبهدل رانيا تعالي ورايا لا حل غير المواجه احنا لازم نواجهها يا عادل دي ايه دي ايه النسى اللي ما عندهاش دم دي دي بتبرجح فيا وانا تقول عليها سنكوح نسية الهانم انها ياما استعملت الموبايل بتاعي وقعدت تدي منه الرنات ونعامة الزراير لدرجة ان غيرت الوش كذا مرة وش ايه اللي غيرت يا بوشين انت وش ايه بقى مالك ما روحت اتغيره عند هلاهيل وفون اللي بتشتغل فيه البيت صور صاحبتي وانا اللي روحت حاسبتله وجبتلك الموبايل اللي حدا عندك اه بس اه بس اه فين الوش القديم بتاعي وش ادي من انت مش لايه حاجة تقولها ولا ايه اه سناء اه 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 احنا عايزين اتكلم فيه معاكي بس مش عارفين نتكلم بس هنتكلم انا عارف انتو عايزين تقولوا ايه انا فاهمك كويس اوي انتو عايزين يدفع فلوس عشان حاسين ان انا عادة في البيت ده عالي عليكم اه لا يا سناء ما نقصدش كده طبعا يعني انا لو قلت يا حساب يا حساب حربيكو اه 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 سناء اه اه حساب ايه وبتاع ايه انا اوزينك يا ماما كمبيالات ووصولات امانة تحب بتعرف انا بعمل ايه وحاعمل ايه وعملت ايه عشان اللي بدي يعيش اه بالنسبالي انا طبعا عايز اعرف انا ما سألتش نفسك يا هالم فطورة التليفون بتاع الفيت اللي بقالها تسع شهور ما تدفعتش لحد دلوقتي ازاي التليفون شغاله بتتصل منه وترد عادي اه 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 عادي عادي اه اه المصلحة بتاعت التليفونات قلبها حنين وعارفة ان احنا من دافع الدرائب لما بيحصل لنا زن ابي سيبونا يعني اه من المصلحة اصلاها خالتك انا اللي روحت بنفسي روحت دفعتلك فطورة تسع شهور عشان تعطي تكلونه في التليفون عادي جدا كده ايه ده وهما يعني ازاي هما ما قللناش حاجة زي كده يعني كان لازم يقولولنا يعني اه كنت عارفة بكنتش حاسكت كنت هتعملي ايه يعني كنت هتدوملي لا كنت هقولك مرسيه انا لو عايز اسمع مرسيه على حاجات كتير 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 كت قلتها وطلبتها منك بس انا بعمل حاجات دي من تلقاء نفسي عشان انا بحب اعملها اه سناء اه يعني ما عادي يعني اه وضع طبيعي انك انت تتعي الفاتورة بتاعت التليفون لان انت صراحة اكثر واحدة الكلمة في التليفون يا سلام طب ما سألتش نفسك يا عادل ليه الرجل السواق بتاع الباص بتاعت المدرسة بتاعت بنتك بينزلها على باب الامارة بدل اول الشارع اه 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 بيخرم بيخرم عشان الشورع زحمة اه 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 نوع من انواع التهرب المروري ليه يا زكية عشان اول كل شهر بغمزه بخمسين جنيه في ايده عشان ينزل بنتك قدام باب الامارة بعد ما كان بيرميها على اول الشارع عشان امان يا سمين يا عادل ايه 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 بقى ايه بقى ايه بقى يا سيناء ما انت عمتها يا سيناء سيناء عمتها اختك المزغودة اللي انا مش بحبها اساسا ايه انا عمتها ايه كمان ايه ماله انا جلع ايه كمان انت فاكرة وصلة النت اللي عادل احالف 200 يمين ما يجددش اشتركها مش ملاحظة ان اختك بقى لها الشهرين بتشتغل عادي يعني انا اللي دفعها يا هانم عشان عارفة انها بتذاكر على الكمبيوتر وبتعمل شغل الابحاث بتعيتها على الكمبيوتر طب ما انا يعني ايه اه انا يعرف انا الحاجات دي ازاي بقى يا سيناء انا كمان كنت عارف يا سيناء خالص انا اول مرة اسمع منك الكلام ده دلوقت صراحة يعني عشان انتو دايما شغلين نفسكم بتدوا ايه بس يا عادل عمركم ما شغلتوا نفسكم بتاخدوا ايه ايه ما هو اه يا سيناء يعني صراحة شكرا على اللي انت بتعملي ده الواحد ما كانش حاسبها كده خالص يعني بس ما اقول واحد لما بيتزنق يعني هيلجأ لمن يعني انا اختك وشيلك يا عادل ابتليك بنا اخليك لي يا سيناء ربنا اخليك فلاص بقى من زعليش بقى طيب عايز التلاتة جنيه اللي هما بتوعي عشان عايز اجمد الورا